بسم الله الرحمن الرحيم شكراً لسيد الرئيسة أود في البدء أن أتقدم إليكم بالتهنئة على تولي بلادكم رئاسة مجلس الأمن لشهر الحالي وأشكر سيد رئيس لجنة العقوبات على تقريره ربع السنوي سيدات والسادة الأثر الإقليمي للأحداث بالرغم من أن القرار 1591 منحصر على إقليم دارفور ولكن إذا اعتبر أن الأحداث الأخيرة وتدفقات النازحين ذات أثر متعدي فإننا نرى التالي لم تتأثر علاقات السودان مع جيرانه بسبب الأوضاع الإنسانية وإن كان لكل اشتباكات عسكرية آثار سلبية بالضرورة ولم يتلقى السودان إجعاراً بأن النازحين واللاجئين الذين وصلوا حدود بعض الدول قد تسببوا في إفلات الأمن القومي هناك محاولات لتهريب أسلحة نوعية من شاكلة صواريخ مضادة للطائرات لدعم التمرد ولكن القوات الأمنية السودانية تراقب ذلك بإصرار إن معظم الدول التزمت الحياد الإيجابي لا سيما أن تشاد أغلقت الحدود لمنع تسرب قوات التمرد إلى أراضيها واعتقلت الذين نفذوا إليها وأخطرت السودان بذلك هناك تقارير بطورط ومشاركة لبعض فصائل المعارضة الشادية مع قوات التمرد ونشكر الحكومة الشادية على تعاونها في هذا المجال وفيما يخص أوضع اللاجئين السودانين في تشاد وبالتحديد في معسكرات وداي سيلا وديفيرا إن الحكومة الشادية تؤكد تضامنها مع السودان حيث يبلغ تعداد اللاجئين السودانين الذين نزحوا إليها بعد الانتهاكات التي اقترفتها الميليشيا 113 ألف في الولايات الثلاث ويلقون ترحيباً من المجتمعات المحلية العائدون منهم حوالي 25 ألفاً ومعظمهم من النساء والأطفال وفيما يتعلق بالحدود الشمالية الغربية للسودان قد تشهد إيصال مساعدات مثل تمونات القتال مناصرة لقوات التمرد وأما بشأن الحدود مع أفريقيا الوسطى فهي مفتوحة وهادئة ولكن هناك مساعي من قبل قوات التمرد لاستغلالها كما سأوضح حدودنا مع جمهورية نصر العربية هادئة ومفتوحة وقد استقبلت مصر الآلاف من المواطنين عقب الأحداث الحالية ونشكر القيادة والشعب المصري على ذلك على الحدود الإيثيوبية الأمن مستتب ولا يوجد ما يشير إلى تأثر أمنها القومي بفعل الأحداث وفتحت أبوابها لاستقبال اللاجئين مع قلة الأعداد التي وصلت إلى هناك ولقد أشارت بعد الوفود بالمجلس في جلسة سابقة إلى احتمال تدهر العلاقات بين السودان وجنوب السودان بفعل عودة اللاجئين الجنوبيين إلا أن ذلك لم يحدث المعلومات التي تلقيناها من أوضاع اللاجئين من جنوب السودان بمحلية الجبلين الحدودية تشير إلى استضافة الولاي لأكثر من 365 ألف لاجئ منهم حوالي 122 ألف وصلوا إلى المنطقة من الخرطوم بعد الاشتباكات الأخيرة واستقروا في معسكرات محلية وذلك وفقاً لآخر إحصائية رسمية أجريت في العاشر من شهر مايو الماضي وفيما يخص الوضعية الإنسانية في إقليم دارفور فقد تم توزيع كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية والصحية من قبل برنامج الغذاء العالمي في مناطق وسط دارفور وشمال وغرب جبل مرة ومكجار وامدخن ووادي صالح وزالينجي وفي جنوب دارفور في مناطق نيالة وكاس وقريضة وبيليل وفي جنوب كردفان في أبو جيبيها وأبو كرشولا وديلمي والدلنج والليري وقدير وكادوغلي ورشاد وتلودي وفي وسط دارفور بلغ عدد المستفيدين من الإغاثة الإنسانية مئة وواحد ألف شخص 617 وفي شرق دارفور وفي شرق دارفور بلغ عددهم 33 ألف ومئة وعشرين شخص وفي شمال دارفور بلغ عددهم 143 ألف وتزعمائة ستة واربعين وفي جنوب دارفور بلغ عددهم 89 ألف سبعمائة تزعمائة ستين وفيما يخص الوضعية الإنسانية الراهنة في وسط وغرب وشرق دارفور أي مثلسة جنينة زالينجي ونيالة إن اعتداءات الميليشيا المتمردة على القوات المسلحة واعتداءات الميليشيات المتحالفة معها على السكان في ولايات دارفور لأسيما في مدينة الجنينة حاضرة ولاية غرب دارفور أفرزت واقعا إنسانيا رهيبا حيث يجري استهداف المدنيين بالهوية وتم تدمير البنيات التحتية اللازمة لتوفير الخدمات الأساسية إن هذا الواقع يتطلب استجابة إنسانية عاجلة وفي هذا الصدد نعرب عن الشكر والتقدير لكافة الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية والإقليمية والحكومية وغير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني المحلية والأجنبية التي استجابت للنداء الإنساني الذي أطلقتها حكومة السودان وساهمت في تقديم المساعدات بصفة عاجلة الأمر الذي كان له أثر كبير في تخفيف حدة الأزمة الإنسانية والاستجابة للطوارئ لكن ذلك يتطلب المزيد خاصة في ولاية غرب دارفور التي شهدت أحداثا جساما يؤسفني أن أبلغ مجلسكم الموقر أن الميليشيات المسنودة بقوات من الدعم السريع اعتقلت واختطفت والي ولاية غرب دارفور الأستاذ خميس عبدالله بكر يوم أمس ثم قامت بقتله والتبشيع بجثمانه جدير بالذكر أن الأستاذ خميس يمثل أحد الأطراف الموقعة على اتفاقية جوبا للسلام ونترحم على روحه وهو التزم موقف الحياة أسوة بغيره من أطراف التي وقعت على اتفاقية جوبا إن الحكومة السودانية تؤكد التزامها بتسهيل دخول وحركة العاملين في الحقل الإنساني ومنحهم تأشيرات الدخول والتصاريح اللازمة وتأمين سلامتهم لأداء مهمهم الإنسانية على الوجه المطلوب كذلك ستواصل في تسهيل الإجراءات الخاصة بدخول المساعدات من الموانئ والمطارات وإمكانية نقلها وتوزيعها وفقا لخارطة الاحتياجات لكل الولايات المتأثرة بالأزمة ونشدد على ضرورة ممارسة أقصى درجات الضغط على القوات المتمردة والميليشيات المتحالفة معها من أجل وقف جرائمها واعتدائها ويلزامها بتسهيل المسارات الإنسانية وعدم التعرض لقوافل المساعدات الإنسانية وإزالة منظاهر الوجود العسكري في مناطق التجمعات السكانية والخدمية وفيما يخص وضعية القرار 1591 لقد ذكرنا في مرات سابقة للمجلس أن القرار 1591 قد ساهم في إضعاف هيبة وحضور الدولة في إقليم دارفور وفي الحفاظ على الأمن وحماية المدنيين بسبب الحظر المفروض على الاستلاح على القوات المسلحة مما أدى إلى ترجيح كفة المجموعات المسلحة وتقييد جهود الحكومة في حفظ الأمن ونعتقد بأن عدم توفر الدعم المالي والوفاء بتعاقدات المجتمع الدولي لدعم عمليات نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج لمقاتل الحركات المسلحة وأطراف اتفاقية جبا قد أثر أيضاً على تنفيذ الاتفاقية بطريقة مرضية وأن تواجد قوات التمرد في إقليم دارفور وهم مدججين بالسلاح مدعاة للقلق لقد ثبت مشاركة عناصر أجنبية في تركيبة مقاتلي الميليشيا ومنهم من جاهر بأخذ فيديوهات خلال مشاركتهم في القتال مع العثور على أسلحة متقدمة وذكية تم تسريبها إلى معسكر تيبة الخاص بقوات الميليشيا عثر وعثر عليها في حاويات محصنة تحت الأرض السيد الرئيسة إن العنف المجتمل على النهب الواسع النطاق وحرق المساكن والمرافق العامة والمؤسسات الحكومية وتدمير البنى التحتية والأسواق والمدارس والمستشفيات ومخازن الأدوية هي كلها جرائم ارتكبتها الميليشيات وهناك أيضا استهداف للمواقع العسكرية التابعة للقوات المسلحة في دارفور إضافة إلى استهداف مطارات وجسور في حالة زالينجي وجينينا إن نمط جرائم الميليشيا تكرر بنفس الوتيرة لهدم الدولة السودانية في المركز والهامش وذلك بالتواطئ مع جهات سيتم الكشف عنها في وقت لاحق هذا العنصر لا بد من الإشارة إليه في التقارير الأممية لأن الحيادة أمام جرائم ثرقة إلى مرتبة جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية يعتبر تشجيعاً للاستمرار في ارتكاب هذه الفضائع إن اللاجئين الذين وفدوا إلى شاد كان سبب نزوحهم يعزى لهجمات الميليشيا المبرمجة لإفراق المكون الديموغرافي ووضع اليد على الأرض بمثل ما فعلته بانتهاك حرمة الملكية وحق الحياة ووضع السكان في ظروف معيشية فضة وهذا يندرج تحت طائلة القانون الدولي إن الفجوة الأمنية التي أدت إلى تفاقم الاشتباكات القبلية في دارفور وما أسفرت عنه من المواجهات ما كان ذلك ليحدث لو تم إلقاء القرار 1591 المتطاول الأمد الذي عمل على إضعاف القوات المسلحة السودانية ودورها في حماية المواطنين في دارفور لدرجة أن الميليشيا استهدفت القوة المشتركة المكونة بين شاد والسودان واستهدفت قبائل بعينها من قبل الميليشيا واستهدفت قبائل بعينها من قبل الميليشيا لدرجة أن الميليشيا منعت حتى إجلاء الجرحة والمصابين بعد أن دمرت المستشفيات وأن الميليشيا وحلفائها كانوا يقتحمون البيوتات باباً تلوباب مع قوائم معدة سلفاً للمستهدفين إن الجرائم المرتكبة في الخرطوم ودارفور واستهداف وتقتيل سكان وتهديف السكان خلال الحرب الراهنة إنما تكرر الآن في سيناريو القتل على الهوية الإثنية وفيما يتعلق بالسلام الأهلي نطلب في هذا الثياق من الأمم المتحدة دعم جهود السلام الأهلي بموازات الجهود الرسمية التي تبذلها حكومة السودان هناك جهود أهلية أخرى تقوم بها منظمات المجتمع المدني من أجل تهديئة الأوضاع ومعالجة آثار الحرب في هذا الإطار وقعت المكونات المدنية بولاية جنوب دارفور وثيقة عقد اجتماعي وتراد مجتمعي ضمت 80 قبيلة بالولاية وذلك ضمن جهود المبادرة المجتمعية بالولاية لوقف الحرب وإعادة الحياة المدنية ولمعالجة الأوضاع بمدينة الجنينة وولاية غرب دارفور إنعقد اجتماع طاري ضم حاكم إقليم دارفور مع ولاة ولايات دارفور حيث سيقوم الولاة أو قام الولاة برئاسة حاكم الإقليم بزيارة إلى الجنينة حاضرة ولاية غرب دارفور باستصحاب المتطوعين من الكوادر الطبية والإدارات الأهلية والمنظمات الوطنية والمبادرون للوقوف ميدانيا على الأوضاع الأمنية والإنسانية والعمل مع سلطات الولاية لنزع فتيل الأزمة واستدباب الأمن وتحقيق السلام بعد الأحداث الدموية التي شهدتها الولاية على مدار الأيام الماضية كما تم إرسال الأدوية والمواد الإيوائية الموجودة ببورسودان عبر مطاري الفاشر ونيالة لتوزيعه على المتضررين إضافة إلى تأمين كل الطرق الداخلية والقومية من وإلى دارفور وهذا ما يستدعي أن تكون الأولوية لعمليات بناء السلام وتوفير الدعم اللازم لترسيخها خلال المرحلة القادمة والنوعية لباحثة يونيتامس السيد الرئيسي إن قوات الماليشيا تعمل الآن على محاصرة منطقة أمدافوك الحدودية بين أفريقا الوسطى والسودان وهذا قبل حلول موسم الخريف بهدف نشر آليات لها هناك وهذا العنصر مدعاة للقلق حيث سيترجم إلى سلسلة من الهجمات النوعية التي تستهدف القتل على الهوية ونحن نحذر من أن عدم إدانة هذه العمليات سوف يخلق قول يهدد الأمن من الخرطوم إلى الساحل وهذا سيتحمله صمت المجتمع الدولي عن إدانة هذه الأحداث النابية وأننا نلاحظ أن هناك محاولات لربط جنوب ليبيا مع منطقة أمدافوك بهدف نقل آليات حربية لدعم المجهود الحربي لقوات الماليشيا أما فيما يتعلق بوحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل إن عراصل الميليشيا وتحرشاتها ضد النزاع أدت إلى ارتفاع مستوى حالات العنف الجنسي المتصل بالنزاع في الخرطوم ولم تريت أي تحديثات بشأن إقليم دارفور إن الميليشيات تمارس جرائم الخطف وتطالب بدفع فيديا مالية كبيرة إن الميليشيات استهدفت أي دبلوماسي أو سفير سوداني أدلى بتصريح ضدها اشتهدفت بيته ونهبت منتلكاته إن وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل تشير إلى زيادة جرائم الخطف والعنف الجنساني الجماعي في الخرطوم والتي تستهدف صغيرات السن من الفتيات وفي غالب تلك الجرائم أكدت أصابع الاتهام إلى قوات ترتدي زي الدعم السريع وفقاً لإفادات الشهود وأن هذه الوحدة تقوم بتوثيق هذه الجرائم بهدف إنهاء الإفلات من العقاب أشكركم على حسن الاستماع شكراً سيد الرئيس أشكر ممثل السودان على بيانه لم يعد هناك أسماء مدرجة على قائمة المتحدثين رفعة الجلسة لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب الضغط على سر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات ترجمة نانسي قنقر